وخلال كلمة لا عقبة تسلم رئاسة الدورة الحالية قال العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز ان القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الاولى للوطن العربية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه مجددا استنقار قرار نقل السفارة الامريكية الى القدس ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا الاولى وتتظل كذلك حتى تصور الشعب الفلسطيني الشقيق على دميع حقوق المشروعة وعلى رأسها اقامة درجة المستقلة وعصيرنا القدس الشرقية واننا نجدد التعبير على استنقارنا رفضنا القرار الهدارة امريكية متعلقة بالقدس واننا نؤكد على ان قدس الشرقية جزء الهدزة